وصلت فرق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أرغفة الخبز والسلال الغذائية في الغطة الشرقية للأسر التي لجأت للسكن داخل الأنفاق خوفاً من القصفة ويتم توزيع الوجبات والسلال الغذائية إضافة إلى تشغيل المطابخ الخيرية في مدن دومة وعربين وحرستة ومسرابة وغيرها من المناطق ويوفر المركز ألفين وجبة يومياً على مدى ستة أشهر ليصل الإجمال إلى مئتي ألف وجبة كما يوزع خمسة آلاف وستمائة وثلاثة وثلاثين سلة غذائية للأسر الفقيرة والمتضررة